من الهول إلى الجدعى أسئلة تثار وملف يبعث من تحت الرمان والوفق مليء بالشكوك والمخاوف كونه يرتبط بآلاف النازحين الذين أغلبهم من ذوي مقاتلي داعش الإرهابي وقبل المضي مع الملف لنعرف أولا ما هو تاريخ مهيم الهول قصة هذا المخيم تعود إلى سنة 1991 فقد أسسته مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة للعراقيين الهاربين من انتفاضة آذار وانضم له الفلسطينيون لاحقا وبقي المخيم قائما حتى عام 2011 ليستعيد أهميته مع تصاعد الأحداث في سوريا ومع ظهور داعش واحتلال نينوى ثم دحره وهرب عوائل مقاتليه عاد المخيم ليمتلئ بالنازحين حتى تجاوز عددهم ثمانين ألفا بينهم سوريون وعراقيون وأجانب لكن ما الذي أثار الملف ما أثاره هو الإجراء الذي اتخذ مؤخرا بنقل مئة عائلة بالحافلات من مخيم الهول في محافظة الحسك السورية إلى مخيم الجدعة داخل العراق ما قيل هنا كثير ويدعو للتوقف فبعض التقارير تحدثت عن نية الحكومة العراقية بنقل ما يقارب ثلاثين ألف نازح في الهول إلى العراق ومن المفترض أن يتم النقل على شكل دفعات أولها التي رأيناها مؤخرا أول المعترضين على هذا الإجراء هم الآيزيديون الذين يتخوفون من عودة عوائل داعش لارتباط آبائهم بمأساة الآيزيديين وسبي نسائهم كذلك يتخوف أهل الموصل والمناطق القريبة منها بدليل أن من بين العوائل التي نقلت من الهول هناك ست عوائل اختفت في الحدود العراقية السورية ولا أحد يعرف إلى أين ذهبوا عدا هذا تعاني المخيمات من إهمال كبير بدليل ما جرى قبل أيام من حريق بمخيم فيدهوك نعم هو ملف شائك مليء بالشكوك ويحتاج ما يجيب على أسئلته فهل هناك إجابات؟